انت عارف الشيطان اصعب مشهد عليه مشهد المحبة والاخوة لانه بيطلع اجمل ما فينا من انسانية وعطاء والطف مشهد عند الشيطان مشهد الفرقة قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون ولكن رضيه في التحريش بينهم مش هنسجد للشيطان خلاص هو يأس من الموضوع ده قوة بصمة النبي عليه السلام في قلوبنا لا يمكن نسجد للشيطان طب يعمل ايه عشان يطلع اسوأ ما فينا ويتقل موازين سيئاتنا ويضمر علينا جمال الالفة اللي في الدنيا يحرش ما بيننا يوقع ما بيننا فربنا بيقول ما تنسوش انتو كنتم على شافة حفرة من النار فربنا انقذكم بالالفة دي وكنتم عايشين في فرقة وضياع ترجمة نانسي قنقر